عندنا مباراة يوم تسعة هي المباراة الأولى مع الرسمية الأولى طبعاً في الدولة أبطال إفريقيا في دور الـ 32 وهي الأولى لمارسيل كولر مباراة الأهلي مع اتحاد المنستيري التونسي هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله هتلعب يوم تسعة أكتوبر الجاري في تونس زي ما حضراتكم عارفين مباراة الذهاب هتلعب في تونس ومباراة العودة هتلعب إن شاء الله في القاهرة لكن أنا الحقيقة لفت انتباهي حاجة مهمة جدا المدير الفني لنادي اتحاد المنستيري داركو نوفيتش وهو مدير فني زاكي وبالمناسبة هو كان المدير الفني الوفاق سطيف السنة اللي فاتت لعبنا في نص النهاية على ما أتذكر حاجة كده يعني في أفريقيا المدير الفني ده دلوقتي بيعمل لنا حالة من التنويم المغناطيسي قبل أيام قليلة من مواجهة فريق نادي الأهلي أنا سمعت الكلام ده فين أسمعته بلكده أيام مزيماني يفاكرين هو هنا وأنا مش هقول حاجة لكن أنا هجيب لحضراتكم التصريحات اللي قالها المدير الفني لنادي الاتحاد المنستيري وهو بيتكلم عن نادي الأهلي بيحاول يوصلنا أن فريقه فرصة التأهله صعبة وأن نادي الأهلي هو الأوفر حظا للتأهل لما له من شعبية وامتلاكه لكثير من اللاعبين المميزين والكلام اللي حضرتك عارفه الحلو ده طبعا هادي حقيقة هادي حقيقة اللي هو احنا نمتلك اه نمتلك احنا عندنا لكن النسبة فندم هي 50-50 هي 50-50 اهو أنا متحدث باسم الاتحاد المنستيري نوفيتش يتطلع للثقر من الأهلي ده قصة تانية بعدين حابقا أروح لكم فيه اهو اهل ايه مواجهة الأهلي ستكون صعبة وتاو وعبد القادر ثنائي مميز لن اقول ان الأهلي في مرحلة ضعف فهو يظل الأهلي يظل الأهلي دي التصريحات اللي قالها المدير الفني للاتحاد المنستيري هتنزل لحضراتكم واحدة واحدة تمنايتم مواجهة تجنب الأهلي ومواجهته صعبة مهما كان مستواه اول واحد حق مننا مكاسف في الموضوع ده هو موسيماني المدير الفني السابق او الاسبق لنادي الأهلي بيتسو موسيماني كان دايما بيكلم بهذه الطريقة يقولك طبعا هو شرف الكثير ان هو يكون متواجد وان كذا وكذا وكذا ولكن مثل هذه المباريات دايما وجهة نظري ان هي بتبقى 50-50 50 للنادي الأهلي ان هو يوصل للمرحلة اللي بعد كده و50 للنادي اتحاد المنستيري ان هو يصل للمرحلة اللي بعد كده فهو مثلا قال ان احنا فرصنا ما عندناش فرص والنادي الأهلي بلا نقاط ضعف تخيل ان النادي الأهلي بلا نقاط ضعف اه اولا مفيش فرقة في العالم مفيش فيها نقاط ضعف ولكن هو الرجل بيحاول يكبر الموضوع قوي عشان يوهم جمهور النادي الأهلي ويوهم لعبت النادي الأهلي ان انا جاية غلب انا غلبان انا جاية غلب انا يعني ما انتو حضراتكم هتواجهوا خصم ضعيف انتو جمدين جدا واحنا ضعاف جدا ولكن انا بقول لحضرتك او بقول لكل جمهور النادي الأهلي وبقول لعبت النادي الأهلي هذه المباراة قد تكون مباراة اصعب من مباريات كثيرة لعبها النادي الأهلي خلال الفترة السابقة ليه لانه هذه المباراة انا شايف ان الحرب التكتيكية اللي شغالها في منها هي حرب رياضية مشروعة بالمناسبة من كل اخواتنا في تونس دايما بتحصل هذه الامور فهي حرب مشروعة حرب رياضية مشروعة بيعملوها ما فيش مشكلة ولكن احنا بنتقبلها ازاي كجمهور النادي الأهلي الحقيقة انا شايف ان جمهور النادي الأهلي وانا ايه اللي خلاني اتكلم عن هذا الامر ان جمهور النادي الأهلي قال لها عام اسلام هو يعني الكلام اللي بيقوله المدرب ده وفاكر ان احنا حن مش هنحط في دماغنا يعني لا احنا عارفين ان هي مواجهة صعبة ولازم ناخد بالنا من نقاط الضعف والقوة اللي موجودة اللي هي نقاط القوة اللي موجودة في نادي اتحاد المنستير اللي هي اكتر من نقاط الضعف اللي موجودة فيه لكن الاهلي اقوى الاهلي اقوى الاهلي اه عنده لعيبة اكتر واميز عنده لعيبة اكتر اه فنيا او افضل فنيا وافضل في كل شيء واكتر خبرة نعم محادي يقدر يقول غير كده هي دي الحقيق هي دي الحقيق محادي يقدر يقول غير كده ولكن أي مباراة أنت بتلعبها خمسين خمسين أفندي خمسين خمسين مين هيكسب محادي عارف مباراة صعبة من وجهة نظري أن هذه المباراة من أصعب المباريات اللي حيلعبها النادي الأهلي خصوصا أنها جاية بعد توقف طويل عن لعب المباريات توقف طويل عن لعب المباريات هو أنت أنا عارف ومن هنا أنا بقوله أنت مدرب شاطر حبتين يعني لك أخد بالك نحن هنا جمهور النادي الأهلي واعي ويعي تماما وفاهمين النغمة اللي حضرتك عايز تصدرها لنا هنا في مصر لأنه بالتأكيد يعني التصريحات اللي أنت بتقولها بتقلل من فريقك أنا ما شفتش مدير فني بيبقى قاصد أنه هو يقلل من فريقه أكيد أنت مش بتقولها في تونس يعني ولكن دي حرب نفسية أنت كمدير فني بتلجأ ليها كنوع من أنواع أو أساليب الضغط السلبي السلبي على لعبة النادي الأهلي ولكن تفتكر حضرتك بفريق بحجم النادي الأهلي ولعبين بحجم نجوم النادي الأهلي ممكن يقعوا في هذا المحظور بعد كل هذه الخبرات يعني ممكن ممكن نبلع الطعم اللي أنت عايز تعمله ده أتمنى أنه أتمنى أنه أرسلتي تكون وصلت لللاعبين ووصلت للجمهور أن الجماعة اللي بيحصل ده يعني من حقه أنه هو يقول التصريحات اللي هو بيرى أن هي يستفيد منها فنيا جوال ملعب ولكن أنا برضه ما شفتش من زمان مدير فني بيقلل من فريقه الأهلي بيلعب على المكسب فقط بعيدا عن أي اسم هو ده المبدأ اللي احنا والهدفنا دايما وبالمناسبة زي ما حضراتكم عارفين هي أول مباراة رسمية لمستر مرسيل كولر مهمة أكيد عايزي حق فيها مكسب أو نتيجة إيجابية خصوصا أن المتش بر أردنا ترجمة نانسي قنقر